السلام عليكم طلاب وصلنا معكم تشرح المحاضرة الثالثة من سيستم الأدرنيرجيك دروكز واللي هي اللي راح ناخد بها الأدوية اللي هي أغونيست أوكي اللي يسوي الـ Activation Receptors وهذا اللكتور حكينا باللكتور السابق عن الرسبترات وأنواعها شرح لكم بكر واللي ما فاهم المحاضرة السابقة المحاضرة الثانية ومضبطة ما أنصحوا يقرأ هذه المحاضرة لأن كثير كثير راح نعتمد على هذا الجدول ما المحاضرة السابقة اوكي كثير راح نعتمد عليه بهاي المحاضرة تمام فاللي ما نضبط المحاضرة السابقة ومرتب أموره بيها يرجع عليها يقراها مرة ثانية يضبط هذا الجدول ويجي على الثالثة زينا نتكلم بكر بنهاية المحاضرة الثانية عن الأدرنالين نجي نكمل بقية الـ Agonist drugs بهذه المحاضرة أول واحد عندنا اللي هو النور إبنفرين أو النور أدرنالين الـ Receptor specificity of this drug يعني هذا الدرق على أيما ريسبترات يشتغلوا عنده specificity لأيما ريسبترات الـ Alpha 2 Beta 1 فمن خلال الريسبترات مالتو نحن نقدر نتنبأ بالشغل اللي راح يشتغله هذا الدرق حسنا نعرف الشيء الـ Chemical classification هو يعتبر كاتلكولامين حسنا هذا الشيء ما يهمنا تقريبا لذي أنا أريد كمستري خلينا نقول نور إبنفرين differ from إبنفرين only in that نور إبنفرين doesn't activate beta 2 receptors اختلاف النور إبنفرين عن الإبنفرين بأنه النور إبنفرين ما يفعل البتا 2 receptors أو ما يشتغل على البتا 2 receptors هو بس Alpha 1 Alpha 2 Beta 1 تمام الأدرنالين نحن نعرف أنه Alpha 1 Alpha 2 Beta 1 Beta 2 تمام تمام in contrast to إبنفرين يعني على عكس الإبنفرين نور إبنفرين doesn't promote hyperglycemia النور إبنفرين ما يسوي لي أبد hyperglycemia ليش هو السؤال هنا ليش ليش الإبنفرين أو الأدرنالين ممكن يسوي لي hyperglycemia والنور إبنفرين ما يسوي لي hyperglycemia أو ما يزيد الhyperglycemia نجي على هذا الجدول كثير راح نمشي على هذا الجدول أو راح نتبع هذا الجدول أو راح نرجع على هذا الجدول بهاي المحاضرة إحنا ذكرنا أنه الأدرنالين يشتغل على البيتا 2 receptors يفعل هو اكتيفيتر للبيتا 2 receptors البيتا 2 receptors بطبيعتها زيدي للكلوكاجون يشنو زيدي للسكر بالدم يرفع نسبة السكر بالدم فيسوي لي hyperglycemia تمام أو يرفع نسبة كلوكوز بالدم فيسوي لي hyperglycemia فبما أنه النور إبنفرين ما يشتغل على البيتا 2 receptors فمعناها ما يرفع لي للكلوكاجون أوكي فلهذا هو ما يزيد للهيبرغليcemia أوكي الهيبرغليcemia يصير منفع البيتا 2 receptors أوكي فنلاحظ أنه من استخدم الأدرنالين أنه ممكن يصير عندنا هايبرغليcemia يرتفع السكر بالدم فأوكي ليش نتيجة نشاط البيتا 2 receptors تمام بحالات الخفاض الضغط ممكن يعني لاحظ وجود النور إبنفرين بالدم أو ممكن نستخدم نور إبنفرين أو من يكون عندنا سكتة قلبية أوكي يعني قلب يعني فجأة توقف البلدفلو أصلا بالجسم أوكي صار عندنا كاردياك تمام ممكن لاحظ وجود النور إبنفرين بالدم أو يقصد بها أنه نقدر نستخدم النور إبنفرين زيلا نور إبنفرين ممكن أنه ننطي النور إبنفرين بالإيفي إنفيوجين أولي ممكن أنه إنترافين أصلي أوكي هاي طرق الادمنستيش شرحناها بالمحاضرة الثانية وكلمنا عنها كثير زيلا نجي على الآيزو بروتينينول الآيزو بروتينينول هو يشتغل على البيتا ورسيبترز والبيتا تو ورسيبترز وذكرنا بالمحاضرة الأولى أنه عنده هاي أفينيتي على الألف وعلى الألف رسيبترز في شكل عام فنلاحظ أنه رسيبتر ما أردته على البيتا بس لأنه هاي أفينيتي عليهم فبالتالي عنده هاي أكتيبترز على البيتا رسيبترز واللي هي بنوعها البيتا و البيتا تو زيلا الكميكال clasification of كاتيكولامين الآيزو بروتينول وكاتيكولامين أوكي The drug has positive chronotropic and ionotropic actions نعرف أنه chronotropic شراحة بكر بالمحاضرة السابقة يقصد بيها الهارت رايت فمن positive معناته يصعد الهارت رايت ليش عيشتغل على البيتا ون بيتا رسيبترز نجي نشوف البيتا ون رسيبترز ايش تعمل بيتا ون تعملي تكاردية زييد الهارت رايت increase myocardial contractility اللي هي اشنو العينو احنا ذكرنا انه عنده positive chronotropic و اينو او يعني يزيد الهارت رايت العيزو بيتا قلنا انه تكيكاردية ون increase myocardial contraction فالعينو هي اصلا contraction وال chronotropic هي ال رايت فالتكيكاردية معناته تسارع وضربات القلب فبالتالي تسارع والريت اصلا صعد مع القلب اوكي فبما انه الايزو بروتين يشتغل على البيتا ورسيبتر فعنده positive على chronotropic وكالذيك الانوتروبي ال contractility of the heart زين ثرابة ايزو بروتين اي محالات علاجية نستخدمه بال av heart block اوكي بالحالة اللي البلسز مع heart يعني الكسترتي مع heart الكهرباية مع القلب ما اكو في التوصيل اوكي يعني بشكل ممتاز اوكي بال av نود تمام فبهالحالة راح يسبب لي اول شي ضعف بال contractility وكذلك بطء يعني ما اكو impulse بال heart ما اكو اكشن potential اصلا او كلش ضعيف weak عدنا av heart block بال انها بيشتغل على البيتوان receptors اللي موجودة بالهار اللي تعمل لتيكارديا وكذلك زي contractility of the heart can increase cardiac output during shock ليش بالشوك احنا ذكرنا انه الكاردياك output يقل اوكي هاي بمحاضرات المحاضرات ال pathology اوكي system hemodynamics disorders شرحنا عن الشوك بالمحاضرة الاخيرة محاضرة كلش مهمة كلش مهمة محاضرة الشوك الرابعة بال pathology اااا فاقروها اااا تساعت ونكل شوفهم هذا الموضوع عمين اوكي فخلال الشوك احنا ذكرنا بوقت انه ما راح نفوت بالتفاصيل بس انه الكاردياك output راح يقل كلش بحالة الشوك تمام فممكن انه نستخدم ال isoproteinol بحالات الشوك ليش يعني زايد من الكاردياك output زين ممكن نستخدم بحالات الاسمة ليش ليش نستخدم بحالات الربو اشتغلوا علاقة بالربو اصلا اذا هو عيشتغل لان عيشتغل على beta 2 receptors نجي نشوف beta 2 receptors ايش تعمل beta 2 receptors تعملي broncodilation احنا نعرف الاسمة شوفو broncodilation beta 2 هو beta 2 activator فيعمل broncodilation هذا منه isoproteinol احنا الاسمة هو obstructive disease اوكي يعني يسوي تضيخ بالبرونكاي تمام فاحنا بهالحالة من عيشتغل على beta 2 عن نعمل broncodilation تمام عن نحصل على توثير موضعي broncodilation عن وسع القصمة الهوائية فبالتالي يعالج او يقلب من نوبة الرب تمام بس مع ذلك احنا عدنا beta 2 selective agonists are now preferred بس مع ذلك انه عدنا ادوية عدنا drugs تكون selective على beta 2 فقط اوكي ما على beta ونهمين احنا نعالج اسمة ما نحتاج انه نرفع ضغط الدام ونلعب الرنين عن diotin scene system يعني ما نحتاج نجي كم هاي السؤال في كلتا احنا بس نريد بدائل اللووو بيتا 2 فيم يعني اقو مفضلات عليه اقو اشياء مفضلة على izoproteinol اوكي او فعدنا ادوية selective بس على beta 2 اللي هو terbyum راح ناخذ و ف кабади شوي زي بس خلو بالباتكم انه ال izoproteinol اللوصح نستخدمه بالاسمة بس اقو ادوية selective على beta 2 اوكي نحصل على تأثير موضعي بال البرونكا يعني مباشرة فأكو أدوية مفضلة على هذا زين يعني ممكن نحصل عليه ممكن ناخده عن طريق حقا ممكن أنه سبلينجوال ناخده يعني ممكن ناخده الأسم بالميتر دوز اللي هي الجرعة المقاسة بهاي البخاخة مع الجماعة الأسمة فهاي السوليوشنز اللي ممكن نحصل عليه أو هاي الفائد الإلاجي اللي ممكن نحصل عليه من الآيزو بروتين لول زين الدوبامين الدوبامين هو كميكال كلاسفكش مالتو هو كذلك كاتيكولامين الريسبتر سبيسيفيتي الدوبامين حسب الجرعة مالته يختلف عن الباقي بأنه حسب الجرعة مالته يكون شغله على الرسبترات أو حسب تركيز الجرعة مالته ممكن أنه يشتغل على الرسبتر أو ما يشتغل عليه زين باللوثيرابيتك دوزز الدوبامين يشتغل بس على الدوبامين رسبترز only يشتغل بس على الدوبامين رسبترز ما يروح على غيرهم هاي باللوثيرابيتك دوزز زين بالمودريد ثيرابيتك دوزز بالجرعات المتوسطة ممكن يشتغل عليه على البيتاون رسبترز أوكي ممكن يشتغل عليه على البيتاون نجي نشوف البيتاون مال إيش والله البيتاون هي مالتاكيكارديا ونكريز مايوكارديا كونتراكتيليتي ونكريز لايبولايسز ونكريز ردي أوف انجيو تنسين سيستم يعني شغلة متعلقة بالقلب أوكي غالبا يعني البيتاون فهسا نلاحظ أنه بالثيرابيتك دوزز ما لاتوا أنه أكو شي يتعلق بالقلب أوكي من نعطي مودريد ثيرابيتك دوزز من نعطي جرعة متوسطة زين الفيري هاي دوزز ما لاتوا الدوبامين ممكن أنه بالفيري هاي دوزز يشتغلي على الفيري هاي دوزز فالالفا ون هي بازو كونستركشن بريفرار رزيستنس انكريز بلود بريجر أوكي مائد رياسز فكل هاي تأثيرات وكذلك إذا أعطينا هاي دوزز رح يشتغلي أيضا على الفيري هاي دوزز زين ممكن نقطي آس سوليوشن باي آي في انفيوجن زين آل عفو باي آي في انفيوجن ممكن نقطي الثرابيتي كيوز ما ألتو شوفو عندنا شوك وهارت فيلر بحالات عندنا شوك ما عندنا كارديك آتبوت أوكي احنا خلينا نذكر عن هذا الشوك الشوك لو كارديك آتبوت أوكي يعني ما عندنا كارديك آتبوت الكارديك آتبوت كلش قليل تمام القلب ما عيضخ دم بشكل جيد تمام عندنا آآ فازو دايليشن بالبرفرال آرتريز أوكي برفرال آرتريز بحالة الشوك فهذا يسببنا بلوت بولينج راح يستقر الدم بالجسم وهي حالة كلش خطرة فإحنا أش نستفيد من الدوبامين بحالة بحالة الشوك إحنا الدوبامين أش راح يشتغلي راح يشتغلي على البيتا ون والألفا ون الألفا ون راح يعالجي الفاز دايليشن اللي صار راح يعمل لي راح يزيد البريفرار راح يرفع لي بالتالي البيتا ون راح يشتغلي على البيتا 1 تعقيقارديا راح يعمل لي وينكريز مايو كارديا كونتراكيت هذول الثنين راح يزيدوا لي كارديا كاوتبوت بالحالة تمام فاراح يعالجي للحة الشوك كذلك الهارت فيلر زين الدوب يوتامين الدوب يوتامين ريسيبترس يشتغلي بس على البيتا 1 أولي بس على البيتا 1 يشتغل البتا 1 أشنو تعقيقارديا increase myocardial contract طبعا غالبا كنركز على على الحال على cardiovascular system بهاي الأدوية فإحنا ما نركز عليها بالشرح أنه تلكيكاردية ونكريز myocardial contractility ونكريز رينجوتسين هذا ملو علاقة بالضغط يعني فالدوبيوتامين الدوبيوتامين هو كاتيكولامين أوكي بما أنه يشتغل على البيت عندنا أكيوت هارت فييلر من يحتاج دو يشتغلي بس على البيت بس على الريسبترات فناخذ الدوبيوتامين إذا كيوت هارت فييلر ممكن أنه يأخذوا زين الفنايلفرين فنايلفرين بس على الالف هون يشتغل نجي نستاذقر أشنو الالف هون فاز كونستركشن برفرار زيستنز نكريز بلاود بريجر مايدرياسز نكريز كلوزر وفتيرنس فنكريز بلادر فمن هاي الكليشة مال الفون نقدر نتنبأ بشغل الفنايلفرين إحنا إذا حفظنا الريسبتر نقدر نعرف شغل هذا الدواء أو إذا عرفنا كل ريسبتر أشي يعمل لي أو كل ريسبتر وين موجود تمام رح نقدر نعرف هذا الدواء أشنو يشتغل أوكي يعني نحفظ الريسبترات وين موجودة بأي مكانات واش تعمل فمن نعرف الدواء يشتغل على المسابتر نعرف هاد الدواء ما ليش تمام فالثرابيتكيوز ما الفنايلفرين العفو لوكالي as nasal drops to reduce nasal congestion زينا عدا إيش له علاقة باحتقان الأنف شوفوا إنه لوكالي نحصل على تأثير موضعي فبالتالي من إنه الالفون أش تعمل لي vasoconstruction أوكي تعمل لي vasoconstruction تضييخ بالأوعية فهاي الحالة رح تعالج لي الاشي اسموه الnasal congestion أو الاحتقان الأنف أوكي نأخذها على أساس إنه nasal drops إنه قطرات بالأنف وتعالج لي الnasal congestion ليش لأن تسوي vasoconstruction الضيخ للأوعية الموجودة بالأنف فتعالج لي احتقان الأنف أوكي paraentrally to elevate blood pressure ممكن أن نأخذها paraentrally أوكي يعني نأخذها على شكل حقن تمام حتى نعالج أو نرفع ضغط الدم ليش لأن عايز سوي vasoconstruction عايز زيد الperipheral resistance فبالتالي عايز زيد لي blood pressure زين ممكن نأخذها as eye drops to dilate the pupil ممكن نأخذها على شكل قطرات بالعين حتى نعمل dilation للبيوبل ليش لأنه يعمل لي myadriases أوكي يسوي لي contraction بالradial muscle و طنعش رحب المحاضر بكر المحاضر الثاني أنه يسوي contraction بال الperipheral muscle عفو مع البيوبل أوكي ف يسوي لي يوسع حرقة العين أو ايه هو يوسع حرقة العين يسوي لي myadriases زين to dilate the pupil يسحب لي يسوي contraction بالradial muscle ايه ذكرتو radial muscle حتى يوسع لي dilate the pupil ويسوي لي myadriases زين التيربيوتالين التيربيوتالين هو specific للبيتاتو ريسبتر هذا وين ذكرنا منتنا عن نحتي على اش اسمه على الايزوبرتينول لكينا الايزوبرتينول يعالج للأسماء ما تمام بس أنه أكو أدوية specific للبيتاتو فهو هذا الدول specific للبيتاتو اللي هو التيربيوتالين فمن هو specific للبيتاتو ممكن أنه نستخدمه بحالات الأسماء فنجي نقرأ ريسبتر specific على البيتاتو chemical classification هو non-cataculamine التيربيوتالين non-cataculamine زين uses مالتو uses مال مالتيربيوتالين بحالات الأسماء تيربيوتالين is prefer to is protein هو هنا حيث يسأل ليش لأن ذكره أصلا فوق ليش التيربيوتالين مفضل على الايزوبرتينول لأن هو specific على البيتاتو receptors من ناخذه على شكل يعني مثلا مخاخ أوكي يعني نحصل على تأثير موضعي أنه رأسي يسوي برونكو دايليش أحسن من ال الايزوبرتينول اللي ممكن أنه يشتغلي على البيتا وان receptors تمام فهو مفضل على الايزوبرتينول التيربيوتالين delay of return labor يأخر لي الشسم بحالات الإجهاض أوكي المخاض عفو يأخر المخاض أوكي بحالات الحمل يأخر المخاض ليش يسوي للعضلة مع الرحم نعرف أو ما نعرف رح نعرف هسه اكتيفيتينج بيتا تو ريسيبترز اليوترز أو العضلة مع اليوترز أو السمود مصر اللي باليوترز تحتوي على البيتا تو ريسيبترز أوكي فمن نسوي اكتيفيتشن لهاي البيتا تو طبعا نعتقد شراحة بكر أنه النوع البيتا ريسيبترز بهاي هي جي آي انهيبتر فتسوي ريلاكسنت بالمصل مع اليوترز أوكي فبالحالة راح تأخر المخاضة وبالتالي ما يصير إجهاض بحالات الحمل فينطوهم التيربيتالين أوكي الحوامل اللي يصير عندهم الحالات اللي خينقول قبل شهر التاسع اللي تصير عندهم ولادات اللي ممكن تصير عندهم يصير عنده تقلصات بالرحم قبل موعد الولادة أوكي فينطوهم التيربيتالين حتى يصوي وما يصير إجهاض بحالة لأنه نعرف أن الطفل يجعق قبل وقته ممكن هذا يصير عملية إجهاض أصلا أو يمكن يموت الجنين تمام فيأخذون التيربيتالين حتى يأخرون المخاض لأن البيتا 2 ريسبترز موجودة باليوترز تسوي لي ريلاكسنت للعضرة مع اليوترز كان ريلاكس يوترين سمود مصغل يأخر المخاض زين الميدا دراين الميدا دراين يعمل على الفون و ريسبتر عقونيس يعالج 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 يعالي مثلا واحد متمدد وقعد ووقف على غفلة خفض عنده الضغط صار من بعض حالة إنه يصير عنده أوكي فهذا يعالج هاي الحالات ليش يعمل على الفون و ريسبتر وبالتالي يعمل ضغط الدم بها الحالة يعالج الأورثو ستاتيك هاي بو تنشي ممكن أن نأخذ أورالي ليش ليش كلهم هذو كلهم ما يصير نأخذ أورالي والتربitalين يصير نأخذ أورالي ليش لأنه هو نون كاتيكولامين الكاتيكولامين ما تنعطي أورالي تمام بس النون كاتيكولامين ممكن أنه نأخذ أورالي زين إن داركت أكتينج سيمباثوميميتك اللي هو الأنفيتامين حتى نعنه بالمحاضرة الأولى وأشي يعمل برموت نور برموت ويجعل النور إبنفرين يتجمع بالنيورون ويصير له يعني يشون ينطرح خارج النيورون فبالتالي يزيد تركيز النور إبنفرين بالنيورون وينطرح ليعش نيلمون ومينوكسيديز بعد ما يكسر النور إبنفرين اللي داخل النيورون أوكي يعني سوى له إنهبتنز فبهل حالة هو يزيد ريليزه في نور إبنفرين هاي بالمحاضرة الأولى زين ممكن إنه يشتغلي على الـ CNS طبعا أحبتكم إنه بهاي المحاضرة أو بهذا السيستم عن نحكي على الـ peripheral أوكي ما عن نحكي على central nervous system أوكي فما راح نتطرق أو ما راح نتعمق بالـ central nervous system لأن هاي أشياء كلها جايتنا بالمحاضرات الجاية أعتقد ما السيستم الجاية اللي بعد وإحنا نبلش بالـ CNS أوكي فما راح نتكلم كثير عن الـ CNS بهذه المحاضرة بس إنه نعرف أو المفروض نحفظ أنه الأنفيتامين عنده potent CNS stimulant ممكن يسويلي استيميليشن للـ CNS system increase alertness يزيد النباهة أو الانتباه أوكي أو اليقظة هذا الأنفيتامين improved mood ليش لينشتغلي على الدوبامين همين أوكي يشتغلي على النواقل مع الدوبامين أوكي ومن عايزة النور مفروض كذلك عايزة معان دوبامين وكوما يعني كاتكول عميز تمام فالانفيتامين هو أصلا يعني من المخدرات يعتبر يعني يشتغل على الـ CNS والدوبامين وهي السؤال في كلتها يمطي شعور بيوفوريا أو النشوة تمام فهو هذا الأنفيتامين depressant effect on appetite ممكن أنه يشتغل كمانع شهية تمام هاي هم شغلة متعلقة بالـ CNS depressant effect on appetite يعني يثبت الشهية مانع شهية زين Thrapped Accuses of Adrenergic Drug الفوائد العلاجية من الـ Adrenergic Drug هنا هم راح نحكي على side effect تمام بالأدوية اللي ذكرناها فوق ماذا حكينا على side effect بس نتكرنا أنه Thrapped Accuses بس هسه راح نحكي على اللي تفعلي مثلا Alpha 1 على كل على كل ريسبتر والـ side effect مالتو والفوائد العلاجية زين Thrapped Accuses of Alpha 1 Activation احنا ايش نستفاد من عن فعل Alpha 1 Activation Alpha 1 Receptor Activation هي مستاسز عن حافظ على حركة الدم بالجسم بشكل طبيعي اوكي استقرار ضغط الدم استقرار حركة الدم بالجسم هي هاي الهيموستاسز او استقرار ضغط الدم بالأحرم زين Nasal Decongestion ليش ليش Nasal Decongestion احنا هاي الهيموستاسز ليش عن نسوي Vasoconstruction عن زي البريفرال resistence عن انكريز بلود بريجر اوكي عن حافظ على ضغط الدم بحالات انخفاض ضغط الدم اوكي عن نسوي هيموستاسز انخفض عدنا الدم ضغط الدم اخذنا ادوية تحفز لي لالفا 1 فرجعنا ضغط الدم طبيعي على الهيموستاسز او يعني استقرت عضاية البلود بريجر زين Decongestion ذكرناها فوق انه يسوي Vasoconstruction للوعية فيقضي لي على احتقان الانف او يعني عالج احتقان الانف اللي هو Nasal Congestion فهو فائدته كNasal Decongestion مضاد لاحتقان الانف Adjunct to Local Anesthesia ممكن انه ننطيه مع Local Anesthesia ليش لان كذلك نجي على Vasoconstruction الالفا 1 يسبب لي Vasoconstruction بالاوعية اوكي فمن انطيه مع Local Anesthesia انا اريد اخدر منطقة معينة ما اريد هذا الدوء المخدر مالتي تسحبه او تمتصه العوية الدموية وتوزوه على الperipheral nervous على ال circulating system اوكي انا اريد المخدر المالتي يشتغل بهذه المنطقة فقط فانطي مع الانستيزيا مالتي او الدوء المخدر Anti-Alpha 1 Activator الالفا 1 ايش راح يعمل لي مع الانستيزيا طبعا الانستيزيا راح يشتغل شغله انه يخدر المنطقة بس الالفا 1 يمنع لي انه هذا الانستيزيا دراج اوكي الانستيزيك دراج يمنعه انه يروح السيركوليشن او يمنع الاوعية انه تمتص اشي يعمل لها ضيقة اوكي فراح يتقل الامتصاص هيا اخذناها حتى بمحاضرات الانتروديكشن قلنا انه من ناخذ من شخص عنده شوك او عنده ما نقدر ننطي حقن يعني سابكوتينيس اوكي وصابكوتينيس معنى تموضعي هنا عايقصد تمام يعني احنا نخدر فد عصب معين اوكي فما نقدر ننطي سابكوتينيس ليش لان لان الدم ما رح يمتص هذا الدواء اوكي بس بحالات الانستيزيك هاي شغلة اصلا هاي ادفانتج هاي شغلة تفيدنا اوكي انه نسوي فازو اللوعية حتى الدوم الانستيزية يبقى على منطقة معين انا اريد انا ما اريد سيستيمي ما اريد الجسم يمتص هذا الانستيزيك ويتخدر الجسم لا انا اريد منطقة موضعية تمام فينطوم مع الف وان اكتيبيتر زين اليفيش او بلا درجر هاي ميت مرة عدنا انه يرفع ضغط الدم لان يشتول على الفون رسيبتر فازو كونستريكشن انكريز بريفر رسيستنز وانكريز بلود بريجون طبعا هذا الجدول يعني هو روح هذا السيستيم يعني السيستيم كله هذا الجدول زين ايليفيشن اوف وما يدرياس هاي عرفنا هاي انه يوسح حلقة العين ليش يشتول على الفون رسيبتر زين ادفرس افكت احنا اوكي هاي الادفانتج مالتو فوق ثرابتك يوزز عشتيد يسوي يعالج احتقان لنف نحصل على تأثير موضعي للبنج اوكي يرفع لي ضغط الدم يوسح حلقة العين تمام بس اشنو الاعراض الجانبية مالتو او الاعراض المعاكسة او الشغلات اللي ضرنا اوكي يعني الشغلات سيئة بهذا الفون اكتيف ايبارتنشن ممكن انه يسبب لي ارتفاع ضغط الدم اوكي يعني ارتفاع ضغط الدم هنا يقصد به انه غير مرغوب به اوكي انه شغل ضغط الدم عنده طبيعي وصار عنده ارتفاع ضغط الدم فد مرة زيلا هاي من السايد افكت براديكار ديا براديكار ديا اش سبب براديكار ديا نعرف انه الهارت ريت كلش قليل عكس تسارع نفضات القلب هنا لا بطوا نفضات القلب تباطوا نفضات القلب ليش احنا عانسوي فازا كونستوكشن الاوعية مضايقة مالتنا اوكي الانكريز برفر رزيستنس مال البودي كلش عالية عيقاهم ضغط الدم اوكي وعدنا بلود بريجر عالي فالعضلة مال قدب احنا بس عان نشتغل على الفون ما عان نشتغل على البيت او مال قلب ما عان زيد الهارت ريت اوكي الهارت ريت بحالة طبيعية بس الجسم كله صار بيه فازا كونستوكشن صار عندي زادت المقاومة مع الجسم للبرود بريجر اوكي او زادت مقاومة لوعية الدموية للبرود بريجر فالهات رح يواجه صعوبة بانه يضخ الدم اوكي فهذا الشي رح ينتج عنه انه عضلة القلب رح تتباطى يعني ما رح تضخ الدم او ما رح يصير بها كونتراكتلتي بشكل سريع رح تتباطى اوكي لان احنا هنا بس عان نشتغل على البرفرال ما عان نشتغل على الارتريز مع القلب ولا عان نشتغل على عضلة القلب عن زيد الكونتراكتلتي مالتها اوكي ولا عن زيد الجسم او صار عندنا فازو كونتراكشن تضيخ بلوعية اوكي اوكي زادت الجسم مقاومة الضغط الدم فاكو مكانات ما رح يصنع ضغط الدم فايش رح يصير بيا رح يصير اسكيميك وبالتالي نكروسز ممكن انه يصير عندنا نكروسز الى اخذنا هاي الالفا وان اكتيبيتر ليش رح تسويلي بالبرفرال ارتريز رح تسويلي فممكن انه يسبب هذا الشي اسكيميا اوكي قلة وصول الدم لبعض المناطق تمام ببعض المناطق يغذيها فالأرتري كل شي صغير اوكي و و و علاوة على هذا الشي جاء وصار لفازو كونتراكشن تمام بعد ما يصلوا بشكل قوي اوكي فراح يصير اسكيميك هاي المنطقة وبالتالي رح يصير بيا كروسز زين هاي الالفا وان اكتيبيتر زين نجي على الالفا تو اكتيبيتشن ناخذ ادوية فعلي الالفا تو ثرابة كيوز مالتا دير اكتيبيتشن انهيبت نور افنفرين ريليز زين ايش لا علاقة الالفا تو بالنور افنفرين ريليز احنا ذكرنا بالمحاضرة الاولى انه هذا الرسيبتر اللي هو البريسينايبتك رسيبتر اللي افنفرين اوكي يسوي لي نيجاتف فيدباك يمنع مثلا طلع النور افنفرين وصل هنا اوكي وصل من وصل هنا رح تصير نيجاتف فيدباك فاش رح يجي ارتبط مع هذا قلنا وذكرتها بالمحاضرة الاولى انه هذا الفا تو ريسيبتر اوكي الفا تو ريسيبتر هذا البريسينايبتك ريسيبتر فبالحالة من عايز يسوي اش اسمه نيجاتف فيدباك عايز يمنع او عايز يوقف انتاج النور من ارتبط معه معناتاش نو عايطه نيجاتف فيدباك دائما كأنه عاييجي كأنه نور ابيتفرين عايز يرتبط هنا تمام يعني عايفعلي الالفا تو من فعل الالفا تو نيجاتف فيدباك نيجاتف فيدباك ما ينفرز اي نور ابيتفرين فبالحالة عايقل افراز من نور ابيتفرين اعتقد وضحة هذي فالاكتيفاشن ما الالفا تو اللي هو اي هذا راح يقلل الفراز من نوركن فرين ليش لأن هذا أبو نيكتف فيدباك بالنيورونز سين سينترالي أكتينج ألفا 2 أغونيس إنكلوز كلوندين أن ميثايل دوبا ديز درق أريوز أن تأنتي هايبورتنسف درقز هذول اللي كلوندين والميثايل دوبا تستخدم بحالات الأنتي هايبورتنسف بحالات اللي قلون أنتي هايبورتنسف يعني شخص عنده هايبورتنسف نحن ننطي هذول أنتي هايبورتنسف يعني نقلل ضغط اللغط مالته أوكي يوز أز أنتي هايبورتنسف يعني يقللون ضغط الدم سينترالي ألفا 2 أغونيس هذول الألفا 2 أغونيس اللي هم سينترالي ألفا 2 تمام والميثايل دوبامين بس هناك الذكر يوز فور تريتمين أوف دياريا وث أوتونوميك نيوروباثي أش علاقة الألفا 2 بالدياريا أو بالأوتونوميك نيوروباثي نحن 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 نحشي أدرينيرجيك أوكي ما نحن نحشي أدرينيرجيك ولا عال نحشي أوتونوك نيوروباثيس تذكرون أو خلينا نتذكر أنه هاي الألفة أشي يعمل Inhibition release of norepinephrine هاي عرفنا Inhibition of acetylcholine release الacetylcholine هو cholinergic هو autonomic هو parasympathetic الparasympathetic هو rest and digest فلوه علاقة بالdigestion ولوه علاقة بالbowel movement بحركة الأمعاء فمن الأشخاص اللي عندهم autonomic neuropathy يعني مرض بالautonomic nervous system النوعي خربط يفرز colinergic بشكل مفرد خلي نقول عيفرز acetylcholine بشكل مفرد فبالحالة عيش رح يسأل عندي فدموطلة كلش عالية بالأمعاء يعني الحركة مالما أصارت كلش عالية وسريعة فالفود يجي يدخل ويخرج بشكل يعني بدون أصلاً ما تلاحك تمتص له معاه أوكي فبالحالة رح يسأل عندنا رح يسأل عندنا ديارية يعني لأن السوائل طبعاً يا لما أعطى السوائل الموجودة بالbowel بال بالفود اللي ينزل من المعيدة أوكي فبالحالة رح يدخل ويخرج بدون ما يصر له أي امتصاص أوكي لأن رح يدخل ويخرج بسرعة نتيجة الحركة القوية والسريعة للبولز لأن أكو أوتونوميك استيميوليشن عيصير عليها أكو أستايل كولين عينفرز بشكل مستمر فناخذ الكلونيدين اللي يثبط لي إفراز الأستايل كولين أوكي فبالتالي رح يسوي نوع من ريستنس رح يسوي ريلاكسيشن بعضلات الأمعاء تمام فراح يبقى بيها الفترة أطول أوكي فراح يعارجي الدارية بهاي الحالة زين طبعا هاي CNS هادي CNS بحث يقل التوق أو اشوان جماعة طبعا الألكوهول أو الناركوتيك المدمين المخدرات يعني مثل يشتهي هذا الشي أوكي فهذا يقل الكريفنج أو يتوق لهذا الشي أوكي فهذا يقل الكريفنج الكريفنج يعني التوق لهذا الشي يعني إنه يقل الاحتياج لهذا الشي أو مشتهات لهذا الشي أوكي المخدرات والكحول فهذا الكريفنج يقل طبعا هاي بالCNS مليار بالمئة راح نأخذها ولها علاقة أكيد بالدوبامين يعني أو إفراز الدوبامين لأن هذا لأن هذا يقل إفراز نوربنفرين فأكيد يشتغل على الدوبامين تمام ما رج نخوض بالتفاصيل بس أوكي آي كفكرة عنه يعني يساعد بالإقلاع عن التدخين كذلك كهاملو علاقة بالCNS غالبا يعني التزانيدين يستخدم كمسل التزانيدين يستخدم كمسل ريلاكسل ليش شورت أكتين مسل ريلاكسل يساوي بلوكينج للنيرف امبولس أو البيان اللي البرين يرسلو يعني التزانيدين يساوي لقل بلوكينج أوكي يعني النيرف يساوي لقل لأن أشنو لأن عيقل بها الحالة إفراز النيورو ترانزميتر فراح يصير بلوكينج للنيرف امبولس وغالبا هو هذا السبب يعني فحتى البيان يمنع تمام هذا المصر الإكسل التزانيدين زين الديكس ميدو تميدين ديكس ميدي ميديتوميدين اي ديكس ميديتوميدين يستخدم سيديشن في آي سيو ممكن يستعمل كمنوم بالآي سيو بالعناية المركزة وهذا كذلك سي أن اس بحت وراح يجينا بسيستم سي أن اس زين ثرابة تكيوز بيتا اون اكتيباشن ايش رح نستفاد او الفوائد الالاجية من البيتا اون اكتيباشن كارديا اكتيباشن بحالات الكارديا اكتيباشن ليش البيتا اون هي قبل الهارت خلي نقول تكيكارديا تكريز ميوكارديا الكنتراج اوكي رينيين انجيو تنسي سيستم ف بحالات الكارديا قربية بيتا اون اكتيباشن كلش فيدنا ليش زيد الهارت ويعمل تكيكارديا كارديا وسكتة قلبية القلب اصلا ما هينبض ف الهارت فيلر بحالات الهارت فيلر كذلك بحالات الشوك الشوك هي الشوك هي كذلك انه الكارديا اوت بكلش غليل ف نزيد الهارت وكذلك نزيد الهارت ريت اوكي ف بهالحالة راح نعالج الشوك ونعالج الهارت فيلر كذلك الاتريو هارت بلوك ذكرنا ببداية المحاضرة اما اي في اي في هارت بلوك زي ادفيرس افكت اوف بيتا ون اكتيب يعني هاي البيتا ون يعني هتنشط القلب اوكي فهاي الحالات كلها القلب هنا تعبان يعني ما اصلا لا عيض اخدام لا عيض اخدام لا بي ريت مثل البشر اوكي فالبيتا ون هي نوع من انه اكتيبيشن للهارت تمام فبكل هاي الحالات انه عدنا مشكلة بالقلب انه لو ما عيض اخدام لو الكهرب اي مشكلة 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 ريت مشكلة اوكي فعنسوي اكتيبيشن للهارت فكل هاي مثل الاكتيبيتر للهارت اشني هي الفوائد يعني ما الفوائد العفو الاعراض الجانبية للبيتا ون اكتيبيشن ممكن انه يرتفع كلش عندي الهارت ريت او الريثم اوكي يعني راح يصير عندي تاككارديا بشكل مفرد سين وممكن يصير عندنا انجاين بيكتوريس ممكن انه يصير عندنا ذبحة قلبية ليش لان عايصير عندنا نشاط مفرد بالقلب وبنفس الوقت لانجاين بيكتوريس يعني يذبح انه القلب عايض اخدم وعايش تغل بشكل مفرد وبنفس الوقت ما عايصل بشكل جيد اوكي لان احنا بس عايشتغل على البيتا عن زيد ال ال كونتراكتالي بشكل زين اوكي ما عايشتغل على ال ال اللي تغذي القلب اوكي فراح تصير عندنا الانجاين بيكتوريس والانجاين بيكتوريس انه نشاط القلب واصلا من اسباب الانجاين بيكتوريس هي الاجهاد اوكي انه سويت تفجهد كلش خوي ممكن انه يصير عندهم انجاين بيكتوريس ذبحة القلبية او ذبحة الصدرية تمام زين نجي على بيتا تو اكتيفاشن اثرا بتكيوز مالتا مال بيتا تو هي الاسمة ليش برونكو دايليشن ديلي اوف بريتام ليبر هما اخذنا فوق انه اتأخر المخاض وعرف ليش انه اليوتراين السموذ مصن مالتو هي نوع بيتا تو تمام والبيتا تو نوعة جي اي جي انهيبيتر اوكي فراح تسوي رلاكسنت باليوتراين مصول وبالتالي راح تأخر المخاض وتمنع الاجهاض اوكي هاي بحالات انه يصير عندهم مثل القباض بالعضلة الرحم قبل موعد الولادة اوكي ممكن انه هذا سبب اجهاض زين هذول الادوية اللي هما انداكا تيرول والأولو دا تيرول والفيلان تيرول هذول نيور الترا لونج بيتا 2 اقونيس هذول يشتغلون على البيتا 2 او البيتا 2 اكتيبيترز الترا لونج يعني كلش مفعول ومطول ومنه كان عندنا ايضا كان عندنا تيربيتالين اوكي بس تيربيتالين اعتقد الدوريشن فاكشن ما التو اقل ممكن يعني بس هذول وطبعا هذول جدد يعني واصلا ما وصلنا العراق اعتقد اللي هو الاندكاتيرول والاداتيرول والفيلان تيرول زين يوز ونز ديلي فور سي او بي دي سي او بي دي هو الكرونيك ابستركتف بالمونالي ديزيز اوكي عندنا فضل مشكلة باللنج ابستركتف ديزيز عنده اللنج نحتاج بها ابستركشن اوكي ابستركتف ديزيز معناتها اكو كونستركشن بالموضوع تمام اكون سيداد بالموضوع تمام فبحال كرونيك ابستركتف بالمونالي ديزيز نستخدم هذول الادوية او نستخدم البيتا 2 اكتيبيتر ليش حتى يعمل برونكو ديليشن تمام لان البيتا 2 نعرف بنوع سبب البيتا 2 فهنسبب مثل او حتى نوسع البرونكاي مع اللنج او البرونكيول مع اللنج كذلك ممكن يشتغل بحالات COPD كرونيك ابستركتف بالمونالي ديزيز زين ادفيرت اف بيتا 2 اكتيبيشن اش نيل يسمو هايبر غليسيميا ممكن انو يرفع لي السكر بالدم ليش لان هو يزايد الكلوكا والكلوكا يزايد لي الشي اسمو السكر بالدم او يرفع الكلوكوز بالدم زين التريمور ممكن يسبب رعشة نتيجة انه ريلاكسن يصير بالمصول و بالهدي فممكن انه يسبب لي رعشة بيتا 3 هذا ما اذكره اصلا ولا جا يم ما ستذكره بشكل مختصر هنا انو اذا اخذنا بيتا 3 اكتيفاشن بيتا 3 اكتيفاشن بيتا 3 موجود بالبلادر اوكي بالتترونز المصل اللي هي موجودة بالوال اف بلادر فالاكتيفاشن ما البي ايش سمي ايش سوينا يسوي لحالات التالية الميرا بيجرون اللي هو سلكتف بي 3 اغونيست هو هذا الميرا بيجرون هذا يشتغل على البي اوكي اغونيست اكتيفيتر البي ثري از يصير نشاط مفرد بالبلادر اوكي عندنا فالشخص عنده يعني يعني يحتاج يتدرر بشكل مفرد او فريكوينسي يعني يحتال وكذلك متردد دائما دائما تمام فالبي تثري اغونيست يسوي لي رلاكسيشن بالبلادر فراح يقلل من هاي الحالة اوكي اللي هي الوفر اكتف بلادر ليش نشطل على البي تثري اللي موجودة بتكترز المصل بالوال أوف بلادر يسوي لي رلاكسيشن فالبلادر ما حصيبها وما راح يعني تدفع اليدراب للخارج اوكي زين نجي ذكر هذي والثث أسطر الأخير اللي ما علاق قبل قبل أصلا نور ابنفرين ري ابتيك انهيبيترز اللي اللي تمنع النور ابنفرين اللي هو الاتوم اتوموكستين اسمه ستراتير رأعتقد هذا يعالج الاي دي ايش دي الاي دي ايش دي هو مرض قلة الانتباه وفرط الحركة فالاتوموكستين يعالج هذا وكذلك هذا ايش اسمه cns هاي التدسطر اي cns بحق سيلكتر نور ابنفرين ري ابتيك يوز تريت التنشن ديفيكت قلة الانتباه وكذلك يتبع فرط الحركة اي دي اي دي ايش دي ممكن انه سبب orthostatic tycardia وممكن انه يكون له clonidine like effects هاي اعتقد الdisadvantaged او adverse effects مالته orthostatic tycardia سبب لي orthostatic انه شخص tycardia من يتحول من position الى position او clonidine like effects يقلل to decrease peripheral effects of any يعني عنده clonidine like effect on cns ممكن يناثر على cns clonidine like تمام to decrease peripheral effects on norepinephrine حتى يقلل peripheral effects on epinephrine يعني يخلي الجسم ما يستعجاب للnorepinephrine زين زين كذلك به هذا الاتوموكسيتين بحث عنه انه يسوي suicidal thoughts للاطفال او المراهقين ممكن انه ينطو اذا ينطو الاطفال والمراهقين يسوي عندهم مثل الميول انتحارية يفكرون بالانتحار ما يسيطرون على الافعال ما تبدي تصير انه انتحارية انه بس يريد يأذي نفسه او يقتل نفسه به هاي الحال فكل اش خطر للاطفال والمراهقين